بعد نجاح المبادرة الرئيسية 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة ومبادرة كلنا واحد مبادرة رئاسية جديدة حيتم تنفذها الأيام اللي جاية بس لما تشوفوها بتتنفذ على أرض الواقع أعرفوا أنكم سمعتوها أول مرة في تركاية وحكاية وقبل أي حد لأنكم أحلى جمهور تركاية وحكاية جمهور مميز واشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يصلكم إشعار بكل الأخبار الحصرية الجديدة لايك للحلقة وقل لي في التعليقات حضرتك كنت اللايك رقم كام علشان نعرف بعض أنا أخوكم مراد محمود ويلا نبدأ مبادرة رئاسية جديدة لها عوائد اقتصادية واجتماعية وبئية كبيرة وبالتزامن مع مؤتمر المناخ في دورته السبعة وعشرين واللي حيتم استضافته في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم والمبادرة دي عبارة عن 100 مليون شجرة يتم زراعتها في مختلف محافظات مصر وبكده حيزيد مصيب الفرد من المساحات الخضرة وحيتحسن نوعية الهواء اللي بنتنفسه وكمان حيتم خفض غزات الاحتباس الحراري وده طبعا حينعكس على الصحة العامة للمواطنين الأشجار اللي حيتم زراعتها حيكون لها عائد اقتصادي يعني مثلا حيتم زراعة أشجار مصمرة زي أشجار الزيتون أو أشجار خشبية ومن المكاسب الاجتماعية لزراعة الأشجار إنها بتقوم بامتصاص الهواء الملوس والأدخينة الضرة وده كمان بينعكس بيقيا بتحسين نوعية الهواء اللي بنتنفسه بزيادة نسبة الأكسجين فيه حيتم زراعة الأشجار دي من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحيتم البدء بالمناطق الأكثر تلوسا وحيتم تشجير الطرق الرئيسية وإنشاء مشاتل بالمحافظات وكمان حيتم زيادة زراعة الأشجار بالمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والوحدات المحلية ومراكز الشباب حيتم زراعة بستين ونخيل وزراعة غابات شجرية بيتوفر منها 33 غابة بجميع المحافظات واللي بيعتمد ريها على مياه الصرف الصحي المعالجة لتوفير المياه حتكون بداية المبادرة حمل التشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة لو الحلقة عجبت حضراتكم وحبيني وصلكم إشعار بكل الأخبار الحصرية والمتابعات الجديدة ياريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لايك وقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض وشكرا لكم